لم ينحسر وباء كورونا كما اعتقدت السلطات الحكومية في العراق التي بدأت مؤخرا برفع تدريجيا لإجراءات العزل بسبب الفيروس 119 إصابة جديدة سجلت يوم الأربعاء في خمس محافظات وهي أرقام غير مسبوقة في يوم واحد للإصابة بالفيروس في البلاد ما يمثل مؤشرا خطيرا في عدادات الإصابات التي تخطت عتفة الثلاثة ألاف إصابة في جميع المحافظات العراقية مؤشرات دفعت وزارة الصحة للتلويح بحظر شامل للتجوال يشمل مدن العراق التي باتت مهددة أكثر من أي وقت مضى ونحذر من خطورة بقاء الوضع الحالي لنسب الإصابة في عدة مناطق في العراق والتي باتت تشكل بؤر وبائية قابلة للامتداد والانتشار إلى مناطق أخرى ناتج عن عدم التزام أغلب سكان تلك المناطق بتعليمات الحظر الجزئي والتي تمنع التجمعات كافة وتشهد محافظة بغداد أعلى معدل إصابات في البلاد بأكثر من 700 إصابة لعبت الأوضاع الاقتصادية السيئة دورا كبيرا فيها ففي الأحياء الفقيرة في بغداد يعتبر الحجر المنزلي ترفا في وقت لا تزال الانتقادات تنهمر كالسيل بسبب عدم تدخل الحكومة لإنقاذ هذه المناطق المهددة بنشر الوباء على أوسع نطاق إعادة فتح الحدود مع إيران بالرغم من كونها بؤرة الوباء في الشرق الأوسط أحد الأسباب الرئيسة التي رفعت معدلات الإصابة بالفيروس في محافظة كالبصرة سجلت حتى الآن أكثر من 500 إصابة ما يضع المحافظة الثائرة على الفقر وفساد الأحزاب في تحدي آخر لا سيما مع إسراء الحكومة على الخضوع لضوطات إيران التي اختارت مصلحتها كما يؤكد العراقيون على حساب صحتهم ويرى مراقبون أن ارتفاع أعداد الإصابات خلال الأيام الماضية هو نتيجة طبيعية لبلاد لا تزال تصر الأحزاب فيها على التمسك بالسلطة رغم فشلها منذ عام 2003 في مقابل شعب لا يزال يعاني الأوبئة والأمراض ويريد الخلاص مهما كلف الثمن ترجمة نانسي قنقر